السلام عليكم النهاردة هبدأ معكم الحلقة التانية من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية ببساطة والسلاسة مع حمدي الصباق اتمنى اللي يشاهد معنا الدرس التاني يكون تابع الدرس الاول كامل عشان يقدر يستفيد من الدرس التاني وزي ما انا وعدتوكم ان شاء الله رب العالمين ان انا هعمل سلسلة من مجموعة حصص بحيث ان شاء الله من اول حصة رقم 12 اول حصة رقم 15 هيبدأ شرح الحصة باللغة الإنجليزية اوعدك بكده ان شاء الله لو استمرت معنا في تعلم الحصة من اول حصة لغاية الحصة رقم 15 هتلاقي في اختلاف كبير لان بعد الحصة الرقم 15 ان شاء الله هيكون لك القدرة ان انت تسمعني اونا بشرح الحصة كامل باللغة الإنجليزية وتقدر تفهم اللي انا بقول احنا في كل حصة يا جماعة هنركز على صوت واحد فقط مش هناخد اكتر من صوت في الحصة الواحد يعني النهاردة ان شاء الله زي ما انت شايفينه قدامكم كده في الصورة هناخد الصوت الاولاني اللي هو الصوت ده S H لما حرف ال S يجي مع حرف ال H ننطقه بصوت واحد اللي هو S sound الصوت ده مثلا لو انت عجب باباك وقعد تتكلمها وتطلب منه انه يديك فلوس عشان تجيب حلويات عارة طول باباك بيقولك ايه S لو انت عجب بمامتك وتطلب منها اي طلب يا مام انا عاوز اعمل كده عارة طول مامتك بيقولك ايه S افتكر الصوت ده يبقى ده الساوند ده او الصوت هنتعلمه اسمه S sound اللي هو الصوت ده تعالوا كمان في حاجة جماعة لازم نتعود عليها مع بعض طول ما انا بشرح انا دايما مش هكتب معاني الكلمات بلغة عربية ده شيء مش محبوب ولكن الكلمة نحط لك جنبها صورة ودايما انت حط في خيالك دايما الكلمة دي اربطها بالصورة فكل ما تشوف الكلمة اللي انا كتبها لك اتذكر الصورة دي تورسيمها في ذهنك اربط كل كلمة نبعطها لك بالصورة وده اسلوب بسيط وجميل بيساعدك انت كمبتدق في تعلم اللغة الانجليزية وبيساعد الاولاد اكتر لان الاولاد بيكون عندهم القدرة شوية على التخيل فكل صورة يا جماعة هنربطها بالكلمة بتاعت طب ناخد بقى الصوت اللي احنا نرجع مرة تانية نقول الصوت اللي هناخده النهاردة ونركزها ليه هو الصوت ايه اللي هو الصوت ده يعني لو شفنا اول صورة ده صورة ايه شب 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 طبعا احنا درسنا قبل كده في الحصة اللي فاتت ان الاي بننطقه اللي هو وكاينه قصرة قصرة شوية كبيرة اللي هو القصرة في اللغة العربية وعرفين الحرف اللي هو اللي نقط واحد اللي هو فدي تبقى كلمة شب 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 زي ما تشاف الصورة كلمة شب يعني سفينة سهلة وبسيطة الكلمة التانية شاي 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 زي ما انت شايف الولد يعيني خجلان يبقى كلمة شاي معناها خجول الكلمة التالتة شارت 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 زي ما انت شايف شارت شارت يعني قام يسموت ربعا بتأكيد بتفضل الوان كتيرة في الامصان اللي انت بتحب تلبسها الكلمة اللي بعدها شوز 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 وزي ما انت شايف قدامك اللي هو شوز اللي هو الحزاء يبقى في عندي شب سفينة شاي خجول شيرت قميص شوز حزاء الكلمات التانية شيلز افتكر دايما انت على البحر وبتحاول تجمع مجموعة ايه مجموعة شيلز اللي هو الصدف الكلمة اللي بعدها شارك شارك طبعا في اولاك كتيرة بتخاف من شارك شارك اللي هو زي ما انتوا شايفين سمكة الارش اخر كلمة كلمة شيب شيب وكلمة شيب زي ما انتوا شايفين في الصورة اغنام خلينا اقرأ بقى كلمات تانية من الشاطر كده اللي يقرأ معايا استطلعنا اخدناه ش يلا نقرأ مع بعض شب شاي شيرت شوز شلز شارك شيب كمان مرة يا شباب شب شاي شيرت شوز شلز شارك شيب شب سفينة شاي خجول شيرت قميص شوز حزاء شلز صدف شارك سمكة القرش شيب اغنام خلاص عرفنا الكلمات ممتاز طب خلينا نروح للشريحة التانية ونشوف ايه اللي موجود فيها كلام جميل خالص احنا عندنا قطعة بسيطة جدا لا تتجاوز السطرين القطعة دي كلها مثل الكلمات اللي احنا درسناها خلانا نقرأ التكست مع بعض read the text I am shy but I like to sail a ship I have a blue shirt and black shoes I like shells and sharks I don't like sheep تمام مرة تاني ميلا عوز اكره معايا اكره يلا معايا I am shy but I like to sail a ship I have a blue shirt and black shoes I like shells and sharks I don't like sheep I am shy عارفنا كلمة shy خجول but I like to sail a ship وعارفنا شاب سفينة I have a blue shirt عنده blue shirt قميص لونه ازرق and black shoes وعنده black shoes حذا لونه اسود I like shells and sharks بحب shells الصدف زي ما احنا قلنا and sharks سمك القرش في ناس بتحبو في ناس بتخاف منو I don't like sheep ما بيحب sheep الاغنام دي الكلمة نهادرسناها shy ship shirt shoes shells sharks and sheep منها يلا اكره تاني I am shy but I like to sail a ship I have a blue shirt and black shoes I like shells and sharks I don't like sheep هدي لك عشر ثواني تقرأ القطع الواحدك مرة تاني يلا نبدأ نعد أنا سمع واحد بقولي ان العشر ثواني مش كفاية لا يا مستر يدينا كمان عشر ثواني لين انت كده بتقول بصورة طب كمان عشر ثواني ويقرأ القطع الواحدك مرة تانية زي الشاطر كده ها ممتاز رائع good girl good boy ممتاز جدا طب يعني قرأنا القطع الواحدنا ممتاز قرأتها قرأها مرة واثنين وثلاثة فيش اي مشكلة تعالنا بقى نشوف الاسئلة اللي عليها answer the questions يعني اجيب الاسئلة كل المطلوب منك ان انت هتكمل الجملة دي من القطع واكيد من الكلمات اللي احنا درسناها ناخد number one الجملة الاولى i am ايه الكلمة المفقودة ايه هي المسينج ويرد ايه الكلمة المفقودة هنا هادي لك عشر ثواني تفكر ارجع للقطع مرة تانية وكمل number one i am بسرعة 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 ها ست ثواني خمس ثواني اربعة ثواني ثلاث ثواني ثانيتين ثانية ها من الشطر اللي اجابها ايوة i am shy the first answer is shy اول اجابة كلمة shy ودرسناها معناها خجول يبقى number one i am shy انا مش هكتب الاجابة هنا عشان انا ننتظر منك في الكومنت بعد ما نحل الاكتيفتي ده ونخلص تماما اعزك في الكومنت الجمل دي من number one number seven تكتبهم لي كاملين بعد ما تكملهم يعني انا كاتب في الفيديو i am اعزك بقى في الكومنت تكتب لي تكمل الجملة ده عشان عفنين انت شاطر تكمل كتب لي i am shy تكتب لي الجملة كاملة بخطك الجميل ده طيب number two i like to sell a يلا عشان سوان بسرعة ابدأ افكر في الاجابة seven six five four three two one اوكي i like to sell ها to sell what to sell a a ship so the answer is a ship الاجابة شاب هنا شاب يعني سفينة i like to sell a ship رائع good girl good boy number three رقم تلاتة i have a blue i have a blue what what is the missing word ها عندك عشر سوان بسرعة يلا ها ممتاز رائع لسه لسه ما وصلتش للاجابة لا خليك شاطر يلا اوصل ليها ايوة put your hand حط يديك تحت الاجابة i have a blue shirt يبع عندي الاجابة shirt قميص i have a blue shirt number four i have black عندك عشر سواني فكر يلا بسرعة ها nine eight seven six five four three two one time is over i have black black what i have black shoes black shoes number five i like عندك عشر سواني بسرعة يلا زي شاطر nine eight seven six five four three two one time is over so number five i like i like shells i like shells number six ten seconds عندك عشر سواني يلا يا بطل hmm good ها وصلت اللي قابة ها time is over number six i like sharks i like sharks ايو هذه اللي قابة بسه i like sharks اخر قملة number seven i don't like عندك عشر سواني i don't like sheep هي ديت الإجابة الصحية خلينا نروح للشريحة اللي بعد كده عندنا sh sound الصوت ده ممكن يجي في نهاية الكلمة زي كلمة fresh fresh كلمة fresh يعني طازج عندك فوق كتير طازجة اللي بعدها crash crash يعني تحطم زي ما نشايف الطيارة تتحطم dish dish طبق الطبق اللي انت بتحب تأكل فيه fish fish سمكة وناس كتير مننا بيحبوا أكل السمك خاصة لأولاد الصغار brush 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 يعني يغسل أسنانه again fresh crash dish fish brush again fresh crash dish fish brush شاطر ممتاز اقرأوا امتاني fresh crash dish fish brush that's ok نروح للشريحة اللي بعدها answer the questions المطلوب منك يا بطل انت تكمل لك الجمل ديت بكلمات من لها درسناها I like to eat food I like to eat what عندك عشر ثواني بسرعة ها الوقت بيمر eight seven six five four three two one time is over I like to eat fresh food fresh food مش هكتب لجابات هنا منتظر منك تكتب لجابات بتاعتك في الكومنت number two I my teeth I nine eight seven six five three time is over I brush my teeth I brush my teeth I brush my teeth number three I like to eat what do you like to eat I like to eat good hmm five two time is time is over I like to eat I like to eat fish I like to eat fish number four I wash my I wash my what I wash my I wash my dish next one boom there is a there is what boom there is a nine eight seven six five four three two one time is over boom there is a crash again number one I like to eat fresh food number two I brush my teeth number three I like to eat fish number four I wash my dish number five boom there is a crash now I want you to read these sentences with the picture I eat look at the picture fresh food in my dish I eat fish and brush my teeth yes let's go to the last one if you like this video please click like and subscribe to continue to the next lesson thank you very much good good good